وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنوا إحراز الجامعات العراقية مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة بعد نيل المؤشرات الأكاديمية الأولى عربياً والسابعة عالمياً أخرها في مؤشر التايمز الدولي للعام 2024 التعليم الجيد أو جودة التعليم واحد من أهم الأهداف التي نصت عليها أو التي تضمنتها أهداف الأمم المتحدة وهذا ما قدمت وحققت فيه وزارة التعليم نتائج ملموسة وهذه الجودة قادت إلى وصول العراق إلى الاعتمادية الدولية وعلى هذا الأساس ظهرت نتائج تصنيف التايمز للتنمية المستدامة التي اشتركت فيه جامعات عراقية وصلت إلى 71 جامعة وتركز المؤشرات العالمية على جودة الجامعات وبرامجها الأكاديمية مع الاهتمام بالظروف التدريسية والتعليمية ورفع كفاءة البيئة المستدامة تطبيق الإجراءات الإصلاحية لنظام التعليم ضمن المنهاج الحكومي والبرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني أتى بثمارة أنه اليوم الجامعات العراقية تشكل بجانب التصنيف أهمية كبيرة جداً لأول مرة وهذا طبعاً نتيجة عدد من الإجراءات والمتطلبات الدولية التي التزمت بها وزارة التعليم العالي والجامعات العراقية بالإضافة لذلك اليوم يشكل المورد البشري أهمية كبيرة جداً ويحرز العراق للمرة الأولى تقدماً أكاديمياً ملحوظاً في مؤشرات أكاديمية وجامعية دولية لا سيما بعد انفتاح التعليم العالي العراقي على استخدام طلبة دوليين أو افتتاح فروع جامعات مرموقة عالمياً ببغداد من بغداد صابرين كاظم العراقية الأخبارية